اشتركوا في القناة وصرح بشار انه هاي الغنية مختلفة عن الاعمال اللي طرحها قبل خاصة بالنمط الموسيقي وقال انه بحب التنويع من خلال تقديم الوان غنائية جديدة بتليق بصوته مع الحفاظ على هويته الفنية وتابع لطالما اصدرت غنيات اقاعية نابضة بالفرح ومليانة بالطاقة الايجابية ولا شك اني هارجع لهذا اللون لكن حبيت من خلال هذا العمل انه تشوفوني بصورة جديدة واسلوب غنائي مختلف وختم وقال غنية مات عتبيني هي رسالة اعتزار رومانسية من الحبيبة عن خطأ غير مقصود وتصرف خارج عن الارادة اخر التطورات بقضية مريم فارس وفارس كرم اصدرت النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان اصدار قرارها باستدعاء فارس كرم لتحييق معه بمكتب مقافحة جرائم المعلومات على خلفية دعوة القضح والذم يلي تقدمت فيها مريم فارس ضده ويعتبر هذا هو التحرك القانوني الاول بعد حرب التصريحات يلي اشتعلت بين الثنائي على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية يلي تصدرت حديث محبي النجمين وتسبب بوستر حفل الازمة كان من المفترض انه يجمع بينهم بعد ان ما انسحب منها فارس اعتراضا على حجم صورته على البوستر ياسمين صبري عم ترجع للسينما بعد غياب سنوات كشفت الفنانية ياسمين صبري بانها عم تستعد للعودة للسينما وتصوير فيلمها الجديد بشهر نوفمبر الجاية وتكتمت ياسمين عن تفاصيل الفيلم الجديد ولكنها كشفت ملامحه وقالت انه فيلم اكشن كوميدي واكدت تواجده بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يلي حيكون شهر نوفمبر الجاية يذكر كان اخر عمل سينمائي الها بعام 2018 بفيلم الديزل مع محمد رمضان وادمت ياسمين عدة عمل سينمائية من قبل تنتمي للأكشن والكوميديا مثل فيلم جحيم في الهند وليلة هنا وسرور مع محمد عادة الامام انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للجاز طلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز مبارح يوم الخبين 27 من شهر اكتوبر بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية بالتحرير ويعود المهرجان الدولي الاعرق بالعالم العربي بنسخته الـ 24 هذا العام بمشاركة 16 دولي ويشهد مهرجان القاهرة الدولي للجاز ما يزيد عن 28 عرض موسيقي على مدار 9 ايام وبتتنوع فعالياته بين الحفلات الغنائية والموسيقية وعروض افلام مثائقية وندوات فنية بجانب ورشة عمل دولية منها الفريق لسويسري وهذا العام حيكون اول مشاركة دولية لايطاليا بفعالياته من بدايته بمشاركة الفنان الايطالي انزو فافاتا من جزيرة سردينيا يلي حتقدم محاضرة عن الالات المشتركة بين دول حوض المتوسط وتأثيراتها بموسيقى الجاز المعاصر لهون بتكون خلصة اخباري انترونا بكرة ببداية اسبوع جديدة بحلقة جديدة حاملة معها اخبار واسرار نجونكم المفضلة ومن هون الوقت تبقوا بالفخير موسيقى